قضية الموازنة يعني يحتاج نعجل في مسألة الجداول حتى الوزارات شوف شغلها لأن توصلنا يعني إلى أذهان أسمعنا أنه بعض الوزارات عدها تلك بسبب عدم المجيء في الموازنة أو جداولها بالتالي أقول إحنا نشرع هذا القانون بعض القوانين لأهميتها وأنه تستلزم أشياء تحتاج وقت واحد اثنين أنه لازم الحكومة تشتغل على توفير البيئل تهيئة إلى آخرية أنا أتفق مع سيد النائب ينبغي أن تكون القوانين هي حاجة المواطن وواحدة من حاجة المواطن هو قضية العشوائيات أنت تطيع حتى وضوح بالموضوع هنا ما تتدخل للسياسة أو الصراع السياسي القانون مثل أو تشريع يتعلق بالعشوائيات مثلا ما أعتقد يدخل التوظيف السياسي لا أنا ما أعتقد حتى لا يحسب على رئيس الوزراء سين أو صاد يؤخر العزيز الآن إحنا ما عندنا انتخابات بعد سنتين تقريبا لا ما راح ترتبط إذا قريب الانتخابات إذا قريب الانتخابات لا لا إذا هيتش راح نقعد ونسكت لا أو إحنا صراع الانتخاب لا اسمح لي من الآن اسمح لي إذا إذا هيتش مجلس البصرة ورق اللجنة اللي تشكرت للبصرة مثلا لجنة المتابعة عمل حكومة البصرة ومحافظة البصرة هذا إيجابي موسي البصرة مجيد مجلس محافظة البصرة صوت على عدم احترافه بهذه اللجنة وبالنهاية اللجنة ترد بدأ الصراع أنا أقول شي إذا أقدر عندنا تخوف ما ننجز حتى فلان ما ينجح وفلان هذا هذا ملطيف إحنا اليوم نقول كمجلس نواب صوتنا على تشكيل الحكومة والحكومة مو ما الشخص الحكومة حكومة للجميع بين قوسين والدولة يفترض أن تدعم من قبل الجميع إذا عدنا ملاحظات نقدمها ولكن في مسألة تقديم أو دعم الدولة يفترض أنه إحنا ندعمها حتى تحقق البرنامج الانتخابي ندعمها بتشريع القوانين ندعمها بالموازنة وندعمها حتى إذا عدنا ملاحظات نقدمها على سبيل تصعيح المسار إذا عدنا تقويم أو ملاحظات يعني وصراحة حتى أكون واضح أنا يعني تقييم الشخصي وهذا رأيي الشخصي لحكومة السيد السودان هي تسير بخطة واثقة وتعمل داخليا وخارجيا إقامة علاقات يعني خارجية الآن أتحدث لك هو رئيس وزراء من بلجيكيا يصرح تصريحات ويشكر الحكومة البلجيكية وهكذا حركت بالمنطقة وإقامة علاقات متوازنة